طيب دكتور المشاهد الآن وهو يستمع لكل هذه الإنقاذات نقول في عمر مبكر ما شاء الله أنت الآن في السادسة والأربعين تقريبا نعم شهاد دكتوراه، ثلاث ماجستير، بكالوريوس ترأوز لمجموعة من الفراق والشركات كذلك أستاذ جامعي الكثير يتساءل وسط الشتات عدم التركيز، ضياع الوقت كيف يمكن للإنسان أن يكون وقته أكثر إثمارا، أكثر إنتاجا، أكثر فاعليا حيث أنه يستطيع أن يقدم الكثير في حياته في السن مبكرة كذلك والله أذكر نفسي ويعني رسالة للأسادة المشاهدين الأعزاء جميعا حقيقة يوجد قاعدة ننطلق منها من يريد يستطيع هذه قاعدة نضعها نصف عيون هنا من يريد يستطيع ومن يتوكل على الله فهو حسب ومن أراد التوفيق من الله حصل عليه وما توفيقي إلا بالله يعني حتى لا نتكلم كلام في الخيال نريد أن ننطلق من منطلقات ثابتة أولا يؤمن الإنسان أنه يجب أن يكون لي رؤية في الحياة إلى أين أذهب؟ ما هي رسالتي؟ إيش بدي أحق؟ ماذا سيقال عني وأين سأكون بعد خمس سنوات؟ على سبيل المثال هذا سؤال بسيط جدا تخطيط أيوة هذا سؤال بسيط جدا نسأل لأنفسنا نسأل عادة لأبنائنا أين ستكون بعد خمس سنوات؟ نسأل لزملائنا نسأل لطلابنا أين ستكون بعد خمس سنوات؟ هذا تخطيط استراتيجي شخصي عندما نقول إحنا أنه والله فيه تخطيط استراتيجي للمؤسسات طب وهي المؤسسة والوزارة والدولة لها قيمة بلا الموارد البشرية؟ لا لا طبعا ونحن حقيقة في غزة وفي فلسطين بشكل عام لا نمتلك مترول نحن نمتلك أغلى شيء في العالم وهو المورد البشري الفلسطيني اللي بنعتز فيه الطاقة الفلسطينية والإنسان الفلسطيني اللي أسهم بفضل الله عز وجل بوجوده في كثير من الدول حتى في بداية تأسيس دول الخليج عندما كان المعلمين من فلسطين يكونوا موجودين هناك ومن بعض التخصصات الأخرى ويعني شهد لكفاءة الإنسان الفلسطيني أينما حل وإنما وجد نفع يعني نحن نؤمن بهذا الأمر فعندنا حرص كبير جدا على أن المورد البشر يجب أن يكون ذات جودة عالية جدا فهذا يسفم لأن نؤمن بأنه فيه تخطيط استراتيجي شخصي رؤية رسالة أهداف عامة للخمس سنوات ونجزئ هذا الخطة الاستراتيجية الشخصية المنتهة خمس سنوات يجب أن نجزئها إلى خطة تشغيلية خطة تنفيذية للسنوات الخمس كل سنة مستقلة إذا أنا كنت نخلص ثانوية عامة وبدأ أدخل الجامعة خليني أنا أقول والله الخمس سنوات وين أنا بدي أروح إن أنا بدي أكون خريج من بكالوريوس الشريعة الإسلامية والسنة الخامسة أقول إن شاء الله أحصل عليها على وظيفة طيب كيف؟ كل سنة أنا أريد أن أحصل مثلا على مجموع متقدم جيد جدا امتياز وكلما رفعت السقف إذا سألتم الله فأسألوا الفردوس لا أعلى تضع السقف العالي حتى لو كان هناك عقبات أو تحديات أو مخاطر تستطيع أنت يعني لا تنزل كثيرا وكل سنة حتى في السنة نفسها تقسم إلى أرباع وفي كل ربع وربع وفي كل شهر تكون هناك دراسة سريعة إيش أهم بالتحديات حتى لا تتكرر معك لاحقا وهذا ليست نظريات بل هذا واقع وهناك قصص نجاح كثيرة طبقت ذلك فالحمد لله رب العالمين حققت أهدافها ووصلت وأنجزت فلا نتكلم من درب الخيال فعندما الإنسان بالفعل يضع والله أنا في الخمس سنوات رايح باتجاه إنهاء بكالوريوس أنا رايح باتجاه الحصول على مثلا مهارة لغة انجليزية متقدمة أنا رايح مثلا باتجاه أن يكون لدي مصدر دخل من خلال العمل عن بعد ولو كان يعني قليل بس فقط لغير أو عمل في أي مجال ولو في اليوم أربع ساعات خمس ساعات حتى يكون لي دخل لأنه عندنا في غزة يعني من لا يعمل ومن لا يعني يحاول أن يكون لديه دخل لا يستطيع بناء نفسه المعظم عصامي المعظم بنى نفسه بنفسه من الصفر أيوة من الصفر لأنه الواقع في غزة معروف للجميع الواقع في فلسطين بشكل عام معروف للجميع نحن تحت احتلال وأمام تحديات كبيرة وأمام بطالة منتشرة ومن لا يستطيع أن يكون صاحب رؤية وصاحب أهداف في الحياة ويكون إيجابي ومبادر سيبقى ما كانه الحاجة أم الاختراع ولكن مع ذلك أيضاً همت الرجل الفلسطيني هي من ترفع ليها نعم وقاعدة دائماً أحب أتكلم في القواعد نحن نأخذ بالأسباب ولكن لا نتوكل عليها وهذه من الخلفية الشرعية الموجودة عندنا نأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب حتى لا يكون شرك لا نتوكل على الأسباب فإذا أخذنا بالأسباب كاملة نعذر أنفسنا أمام الله فيحصل التوفيق والبركة ماشاء الله يعني هذا أهم شيء الإنسان مش بشطارته أنت تأخذ بالأسباب فعندما تجد البركة في الوقت تنجز الرسالة رسالة الماجستير وعندما تجد توفيق وبركة تنجز رسالة أخرى وتخصص آخر وعندما تجد بركة وتوفيق من الله تبارك وتعالى تجد أيضاً بركة هذا على صعيد المال لأنه ما في ماجستير بدون مال بالضبط وما في ماجستير تنهيه بدون نجاح صحيح وهذا يحتاج إلى توفيق وإلى دراسة وإلى تقديم اختبارات وإلى نتائج وإلى مناقشة رسالة فإذن التوفيق والبركة لإلهيين يحتاج من الإنسان أن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسب جميل جداً